في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الحدث المحوري اللي حصل لأبونا آدم وبالتالي أثر على تاريخ البشري ككل اللحظة اللي فيها آدم عليه السلام وحواء بيلتقطوا ثمار الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليهم داخل الجنة بعد إغواء إبليس ليهم واللي من بعد ما تذوقوا ثمرها أصبحوا عصاه لله سبحانه وتعالى بيكون مصيرهم هو الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض علشان يكون المصير محتوم بيننا وبين إبليس بين البشر من ناحية بني آدم وبين إبليس والشياطين العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة في الحلقة دي عندنا برضو نوع من أنواع العداوة والبغضاء بين إبليس وبين بني آدم في تكملة رحلة آدم عليه السلام ولكن المرة دي على الأرض وبالتحديد هنتكلم عن أبناء آدم عليه السلام قابيل وهابيل وقصة أول جريمة قتل في التاريخ فتأكد بقى أنك عمل لايك ونشارك في القناة نفعل التنبيهات عشان تجيلها حتى ترجع أول باول شكرا ما قلت أكيد لكل العمليين على بايتريون بودا فون كاشو بايبال نعمكم لما بيخلنا نستمر في إنتاج وصعرات المحتوى كمان شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي أعمل كنت رايزة رجوين اللي ما جوجد بزراء سبسكرايب ومش حسين نطول كتير خلي الحلقة تبدأ في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ذنب ارتكبه أبونا آدم عليه السلام ويمكن الذنب ده كان بيرتكبه أبونا آدم في حق نفسه إنه هو بنفسه عاصى الله سبحانه وتعالى في الحلقة دي بقى احنا عندنا ذنب من نوع آخر اللي هو ذنب انت بترتكبه ولكنه بيتعلق بحق الغير وهو ذنب القتل أول جريمة قتل في التاريخ أول جريمة كبيرة من نوعها ارتكبت على إيد البشر بس يعني خلينا ماشيين واحدة واحدة بعدما سيدنا آدم عليه السلام بينزل هو وأمنا حواء على الأرض بيبدأوا أنهم يتزوجوا مع بعضهم وبينجوبوا لنا أول بشريين غير آدم وحواء وهما قابيل وهابيل الاتنين إخوات الكلام اللي جاي ده يعني وإن كان مفيش آيات بتثبته وبتثبت صحته يعني بشكل قاطع أو أحاديث صحيحة بتتكلم عنه إلا إنه تم ذكره على لسان عدد كبير من الصحابة من ضمنهم عمد الله بن مسعود من أعلم الصحابة بالكتاب والسنة يعني وكانوا بيقولوا إن آدم وحواء ربنا كان بيرزقهم في كل ولادة بالتوأم من الذكر والأنثى توأم في كل عملية ولادة وفي كل ولادة بيكون في ذكر وأنثى وكان أول توأم هو قابيل وأخته وفي التوأم اللي بعده بقى عندنا هابيل وأخته يعني في المعروف إن قابيل كان قبل هابيل وأكبر منه وكان لازم يحصل تزاوج بين الأبناء أنت دلوقتي عندك اثنين إخوات ولدوا في بطن واحدة واثنين تانيين إخوات إخوات برضو مع نفس الاثنين الأولينيين ولكن الفرق إنه هما اتولدوا في بطن تاني فكان التنظيم بقى والتخطيط إن الذكر من البطن الأولى هيتزوج من الأنثى في البطن التاني والعكس صحيح يعني الذكر من البطن التاني هيتجوز من الأنثى من البطن الأولى وبالتالي قابيل هيتزوج أخت هابيل وهبيل هيتزوج أخت قابيل لكن هنا بيحصل بينهم خلاف في الموضوع ده قابيل ما بيعجبوش الموضوع وبيبدأ أنه هو يتنازع مع هبيل على هذا الأمر فبيرجعوا في الأمر بتاعهم لأبوهم آدم عليه السلام اللي بيأمرهم بأنه هما الاثنين يجهزوا قربانين ويقدموا لله سبحانه وتعالى واللي ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منه القربان بتاعه ينفذ اللي هو عاوزه والتاني عليه أنه هو يتقبل الأمر لأنه هنا أمر من الله سبحانه وتعالى وكل واحد فيهم بيقرر أنه هو هيطلع القربان من الحاجة اللي هو شغال فيها هبيل اللي احنا نعرف عنه أنه كان بيرعى الغنم فاختار من الغنم بتاعته واحدة من الدواب السمينة اللي هي تعتبر أفضل حاجة عنده وبيقدمها قربان لله سبحانه وتعالى أخوه التاني بقى قابيل كان مزارع وفلاح في الأرض فانتقى لنفسه أنضف الأنواع من الزرع اللي هو كان بيزرعه وطلع زرع يعني بخث شوية كده علشان يكون هو القربان والقربانين بقوا موجودين كده قدامهم فتنزل نار من السماء وتختار القربان بتاع هبيل وتفضله عن قربان قابيل يعني النار نزلت كده على الدابة السمينة وسابت الزرع البخث دليل على أن الله سبحانه وتعالى اختار رأي هبيل وفضله على قابيل فهنا بيبدأ شغل إبليس بقى يشعل الغيرة بين الأخ وأخوه ويخلي قابيل غضبان جدا من هبيل على رغم من أن هبيل يعني معملش حاجة الاثنين قربوا قربانين لله سبحانه وتعالى وربنا هو اللي تقبل من واحد ولما تقبل من الآخر ويبدأ إبليس أنه هو يتكى أكتر علشان يخلي فيه رغبة عند قابيل أنه هو يقتل هبيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين نص واضح وصريح في القرآن الكريم إن هبيل بيقول أخوه قابيل لو شفتك جاي كده ومدي إيدك علي علشان تقتلني أنا مش همدي إيده عليك على رغم من إن أغلب الصحابة وأغلب أهل العلم بيقولوا إن هبيل كان أقوى بكتير من أخوه قابيل يعني المقتول كان أقوى جسديا من القاتل لكنه خوفا من الله سبحانه وتعالى ما مدش إيده عليه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين علشان يحصل فعلا حادث القتل الشنيع ده اللي كان برضو الدافع فيه هو الطمع والتفضيل إبليس دايما هتلاقيه بيلعب على الحتة دي وليه لأ أو أول ذنبين حصلوا في الحياة أو أول ثلاث ذنوب من إبليس وآدم عليه السلام وقابيل ابن آدم عليه السلام كانوا بدافع التفضيل إن كل واحد فيهم شاف نفسه أحسن وشاف اللي هو عاوزه أفضل من اللي الثاني عاوزه ومن إرادة الله سبحانه وتعالى دي الحتة والدافع اللي هتلاقي إبليس دايما بيدخل منه آفة لعب عليها إبليس وفضل يلعب عليها لحد ما وصل الأخ إنه يقتل أخوه في أول قتل بشري في التاريخ الحادث ده كان أول مرة يحصل في التاريخ أنت بس يعني مش متخيل الموضوع ده كارثي إزاي إحنا عايشين في عالم أصلا كل يوم بيحصل فيه جرائم قتل لا تعد ولا تحصى الحادث ده على قد ما هو كبير جدا وشنيع جدا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها يقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قابيل ابن آدم لأنه كان أول من سنى القتل تخيل أنت إن قابيل ابن آدم عليه السلام لحد النهاردة بيتحمل ذنوب كل بني آدم قتل ظلما من شخص آخر عقابا ليه لأنه هو اللي ابتدع الإثم ده في العالم كل وأول مرة تحصل الجريمة دي حصلت على إيده هو وبما إن دي طبعا أول جريمة قتل في التاريخ فالقاتل هنا ما كانش عارف هو المفروض يعمل إيه وأصلا وقتها ما كانش فيه حد لسه مات يعني في المعروف عندنا إن آدم وحواء كانوا موجودين وقابيل وهابيل كانوا موجودين وإخواتهم البنات كانوا موجودين البشر كلهم اللي ربنا سبحانه وتعالى أدنى لهم بالحياة كلهم موجودين ما فيش حد لسه مات وزي ما إحنا معارفين إن ما كانش فيه حد تقتل أصلا قبل كده فالطبيعي إن حد ما يعرفش أصلا يعني إيه موت ويعني إيه قتل لما يشوف جثة موجودة قدامه ما يعرفش يتصرف فيها فهنا كان الوضع الكارثي اللي بقى فيه قبيل لما بيشوف جثة أخوه هابيل وما بيعرفش يعمل فيها إيه العلماء بيقولوا إنه هو سابها كده مدة كمان فعليا هو مش عارف يتصرف هو يعني دماغه ما فيهاش الإدراك يبعث له غراب يوريه إزا يتصرف مع الجثة دي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين حسرة وندامة ما بعدها ندامة نظرا للتسرع والظلم اللي ارتكبوا قبيل في قتل أخوه هابيل الظلم ارتكبوا في حقه وفي حق نفسه وفي حق البشر بعد كده لأن الجريمة دي بقت متورثة خلاص طالما ابتدعت يبقى هتفضل تكمل وتستمر والجريمة كمان كانت مزلزلة جدا لآدم عليه السلام والحواء طبعا بكل تأكيد حزنه حزن شديد جدا فضل موجود لحد النهاردة في حادثة الإسراء والمعراج وفي الحديث المطول يعني هناخد منه جزء معين كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه؟ قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى لحد النهاردة والذنب ده بيلاحق بني آدم كلهم لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضه على آدم كان جميل جدا بعوضه ربنا سبحانه وتعالى بابن بعد قتل ابنه وكان هو النبي شيث اللي معنى اسمه هبة الله رزقه الله سبحانه وتعالى بابنه شيث بعد قتل هابيل والكلام اللي جاي ده موجود عند المؤرخ والمحدث ابن إسحاق اللي بيقول إنه لما جه موعد وفاة آدم عليه السلام ومرضه مرضه الموت واستشعر باقتراب الموت نادى على ابنه شيث وبدأ إنه يعلمه الحاجات اللي هو كان عارفها والحاجات اللي هي مش بديهيات زي ما هي بديهيات النهاردة يعني مثلا عدد الساعات بتاعت الليل والنهار اليوم في كم ساعة مواقية الفيضانات الأكل ده بيتزرع إزاي والأكل ده بيتزرع إزاي والحاجة دي نتصرف فيها إزاي وحاجات تانية بقى من هذا القبيل وفيه كمان يعني حديث ثاني أو خبر ثاني في الصحيح يعني موجود عند أحمد في مسنط أحمد عن الحسن عن عتي قال رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي بن كعب فقال إن آدم عليه السلام لما حضره الموت فقال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل يعني معهم كل حاجة بيستخدموها علشان يتعاملوا مع الميت مع جثة الميت يعني فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة فقالوا لهم رجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم يعني الملائكة جايين فحواء لما شفتهم عرفتهم فلاذت بآدم فقال إليك عني فإني إنما أتيت من قبلك خلي بيني وبين البلائكة فقبضوه وغسلوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم علشان يواري التراب جسد آدم عليه السلام سيدنا آدم عليه السلام طبعا في كلام كتير عن جثة الأنبياء يعني جثة النبي ده موجودة فين وجثة النبي ده موجودة فين وده برضو كلام يعني أنا مفهمش إيه السبب فيه أو يعني مهم في إيه حاجة زي كده أصلا يعني مثلا برضو العلماء اختلفوا على إن جثة آدم عليه السلام موجودة في الهند وفي منهم الموجودة في جزيرة العرب في منهم ألف السعودية في منهم ألف جبل معين في الشام في منهم قال في سوريا في منهم قال في فلسطين لكن برضو دي كلها حاجات يعني مش مهمة احنا سيبنا قصة آدم عليه السلام دي كلها وما فيها من عبر وعظات ومسكنا برضو في حاجات فرعية ليس لها أي داعي ان احنا نتكلم فيها أصلا المهم يعني ان مع موت آدم عليه السلام بتبدأ لنا قصة تانية مع ابنه شيث ومع تاني الأنبياء اللي جم بعد آدم عليه السلام اللي هو شيث النبي ايه بقى قصته ومين النبي اللي جه من بعده ده اللي هنتكلم عليه في الحلقة الجاية كلامنا في قصص الأنبياء مع البداية والنهاية اتأكد هنا بقى انك عمل زيك مشارك في القناة بفعل التنبيهات عشان تجير للحالة الجاية والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعم اللي يانا على باتريون فوضو فونكاشو بايبل دعمكم بنينا حقيق ويخلنا نستمر في إنتاج وسعطنا محتوى كمان شكرا لكل منتسبين على القناة العمل لكي يانتر زر راجعين إلى مجمع زر سبسكرايب و بس كده السلام عليكم